دائرة الشحن، دائرة اغزية المعالب، دائرة اغزية الرمان، دائرة اغزية الاتشيبسل، دائرة اغزية شب الفيديو كل هذه الدوائر تندرك تحت دائرة الباك كونفيرتر لذلك كلامنا النهاردة عنها السلام عليكم فيديو النهاردة يا جماعة مهم جدا فعيارة الناس كلها ان شاء الله تركز فيه قويس جدا لان هنشرح فيه نوعية من الدوائر الدوائر دي ما بيقتصرش وجودها على الماثر بورد الخاصة باللاب توب والديسك توب ولكن الدوائر دي بنلاقي كتير جدا من المصممين لأي بوردة إلكترنية بيلجأ ان هو يستخدم الدوائر دي في تخفيض الجهد فهو مثلا مصمم لو عنده جهد عالي عايز يحصل من الجهد العالي لعلى جهد عال فطبيعي جدا ان انا لقيه بيستخدم نوعية الدوائر اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله طيب خلونا جماعة نفترض ان اللي موجود معايا ده عبارة عن مايكرو بروسسور وكمان خلونا نفترض ان البروسوسور ده بيحتاج واحد فولت عشان يقدر يشتغل تمام؟ طيب بالنسبة للطرف اللي موجود معايا ده ده خلونا نفترض ان هو ده طرف الاداكتور او الباور صلاقي اللي جاي معايا وخلينا برضو نتفق ان ده بيطلع معايا تسعتاشر فولت طيب عشان اجي ادخل التسعتاشر فولت دول اللي موجودين معايا هنا على البروسوسور مباشرة البروسوسور هو بيلفز انفاسه الاخيرة هيدعي علي بعدد الترانزستورات الداخلية المكونة ليه لان بكل بساطة البروسوسور ده هيتحرق تمام؟ طيب لان انا بالنسبة للبروسوسور ده بيشتغل بواحد فولت ومصدر الجهد عندي هنا تسعتاشر فاذا الحل ان انا احط حاجة ما بينهم تاخد تسعتاشر فولت دول من مصدر الجهد وتطلع عملي واحد فولت للبروسوسور طيب هيجي واحد بكل بساطة هيقول لي طيب كويس انا احط المقاومة بالنسبة لي واحسب قيمة المقاومة دي او احسب حسابات بتاعة المقاومة دي بحيث ان انا اطلع لي في النهاية عندي واحد فولت للبروسوسور هقول له طيب ماشي ما فيش مشكلة خلينا كده نفترض الحل بتاعك ده ونمشي فيه كده مع بعض ونشوف هينفع ولا لا طيب انا عشان ادخل على المقاومة دي تسعتاشر فولت واخد من هنا او اخد للبروسوسور هنا بالنسبة لي واحد فولت فانا انا مفروض ان المقاومة دي هتاخد التمنتاشر فولت كلها وتسيب لي واحد فولت الموجود بالبروسوسور صح كده؟ عشان بقى المقاومة دي تبقى تاخد معي الكمية الفولت دي وطبعا مفروض برضو انها هتعد كمية طيار كبيرة جدا لان المايكرو بروسوسور بتاعي بيسحب طيار عالي جدا تمام؟ فانا بالنسبة لي المقاومة دي هتكون الحجم بتاعها كبير جدا دي حاجة الحاجة الثانية ان انا هتضيع الفقد في الطاقة دي او هتخلي لي الفولت دي يتشتت في هيئة حرارة وبالتالي عنا حصل عندي هنا موبوع هدرف على الطاقة ان انا خدت جزء من الطاقة الذي هو في اللابتوب خ هرانو يفترض ان احنا شغيتنا على اللابتوب في اللاب توب جايلي من بطارية فالمفروض ان انا احافظ على الطاقة دي لانها جايلي في النهاية من بطارية مش مصدر جهدي ثابت وحولت الطاقة دي لحرارة فانا كده عملت عملية هادر للطاقة فالحل ده بالنسبة لي مش هينفه طيب هيجي واحد يقول لي خلاص فيل المقاومة ديت وهات اي اي سي وليكن مثلا خلاله نفترض من الاي سي ده اي سي لينير ريجيليتور اللي هو بياخد فولت معين وبيطلع لي بعلل هقول لك برضو هنقابل تقريبا نفس المشكلة ان انا عندي المايكرو بروسوسور ده وليكن مثلا البروسوسور اللي قدامي ده الوط بتاعه 35 وط فالطبيعي ان هو ممكن يسحب معيه تقريبا 25 ل30 امبير 25 ل30 امبير عشان تتسحب من خلال الاي سي ده مش هيحصل يعني انا مش هلاقي عندي في السوق اي سي موجود مثلا بياخد مثلا بيطلع لمثلا 30 امبير 20 امبير لان كمية الامبير دي هتوب عالية جدا على اي اي سي وبرضو هقع في نفس المشكلة اللي هو عشان اخد مثلا كمية الامبير دي من اي اي سي هيشتتلي او هيضيع لي الفرق في الجهد ده بين مصدر الجهد وبين البروسوسور على حقيقة حرارة فهبص لقي ان الاي سي حجمه كبير جدا وفي نفس الوقت وقعت في نفس المشكلة اللي هي ان انا ضيعت عندي جزء كبير من الطاقة في حقيقة حرارة وده برضو عندي اعتبر فقد في الطاقة طيب الحل هي الحل ان احنا هنرمى المقاومة كده ونرمي ريجلياتور دي كل نوعها ونشتغل على نوع جديد من الدواير اسمها دواير الباك كونفيرتر او الستيب داون كونفيرتر اركزوا جماعة في الاسم عشان لما تبحثوا في المراجع العلمية ان شاء الله هتلاحب نفس الاسمين اللي انا هتدعم لكم دول اللي هو الباك كونفيرتر او الستيب داون كونفيرتر والاسمين دول مفهوم واحد من الدواير اللي هي الدواير ان تاخد جهد دي سي اللي هو جهد مستمر بتحوله له لدي سي ولكن بتعمل لعملية تخفيض او خافض للجهد دا وده اللي احنا ان شاء الله بإذن الله انا اشرحه دلوقتي طيب خلونا نبتدي شرح الدائرة البسيطة اللي قدامنا عشان نفهم دواير الباك كونفيرتر انا عندي هنا في الدائرة اللي قدام دي فيه عندي هنا مصدر للجهد تمام وخلونا نعتبر ان ده بطارية وفي عندي هنا ده سويتش وفي عندي هنا لود وخلونا نعتبر ان اللود ده عبارة عن مصباح او لمبة طيب عايزين نفترض ان انا هنا عندي مصدر الجهد ده آآ بيطلع لي او بيديني فرق الجهد عشرة فولت وان انا عندي اللامبة هنا بتشتغل بعشرة فولت تمام فانا في اللحزة اللي انا هضغط فيها على السويتش العشرة فولت دول كاملة هيتنقلوا المصدر اللود عندي هنا وهيبدأ ان هم يشغلوا اللامبة وهتتنقل العشرة فولت كاملة لان انا ما فيش اي مقاومات موجودة في الدايرة عندي طيب خلونا بقى نصعب الموضوع شوية وخلينا نقول ان انا مصدر اللود اللي عندي او اللامبة اللي عندي دي بتحتاج بس خمسة فولت طيب انا لو صلطت عليها عشرة فولت او شغلت السويتش بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده العشرة فولت هتوصل للامبة لكن اللامبة هتقول له لا انا بشتغل بخمسة فولت في الحالة دي ان اللمبة هتتحرك في نفس اللحظة اللي انا هضغط فيها على السويتش. طيب يبقى الحل ايه? يبقى الحل طالما اللمبة محتاجة خمسة فولت. الحل ان انا اقلل العشرة فولت دول خمسة فولت عشان اللمبة تستفيد بالخمسة فولت وما يحصلش فيها اي مشكلة. طيب. الكلام ده هنعمله ازاي? خلونا نفترض ان انا السويتش اللي موجود عندي ده انا وانت هنشغله بسرعات عالية جدا. يعني هنعمل عملية او هندوس على المفتاح ونقفله بسرعات عالية جدا. خلونا نشرح الكلام ده على رسم بياني عشان الصورة تتضح اكتر. لو افترضنا ان انا المحور الرأسي عندي هنا ده محور الفولت ومحور الافق هنا ده محور الطايم او الزمن. وخلونا نقول ان انا النقطة دي في المنطقة دي بالزبط عندي هنا ايمد العشرة فولت. في اللحزة اللي انا هشغل فيها المفتاح ده. هيظهر عندي هنا على اللود بتاعي او اللمبة بتاعتي هتظهر عندي عشرة فولت. وفي اللحزة اللي انا هعمل عملية اوف للسويتش بتاعي. فهيوب عندي اللود هنا هيوصله زيرو فولت. ولو انا بدأت ان انا اكرر الموضوع ده هيظهر عندي الموجة بتاعتي لو انا عندي اسلسكوب واسة الموجة عندي على شاشة الاسلسكوب هتظهر عندي بنفس الشكل ده. الفكرة بقى بالنسبة لي ان انا بشغل السويتش ده مش مرة او مرتين او عشر او عشرين مرة في الثانية لا ده انا بعمل الكلام ده الافات المرات في الثانية الواحدة بابص الاقي بقى عندي اللمبة هنا ما بتشوفش الجهد اللي داخل لها كجهد متقطع بالشكل اللي احنا شايفينه ده ولكن انا لو عملت الموضوع ده بسرعات عالية جدا ابص الاقي ان انا اللي بيوصل لللمبة او اللود عندي في النهاية هو متوسط عملية الان والقف ده فابص الاقي الجهد اللي جايله له بساوي العشرة فولت لان انا ما خلتش العشرة فولت سابتة معي على طول وله زيرو فولت لان انا ما عملتش اف للمفتاح على طول ولكن الموضوع عندي هيبع عبارة عن الافرج او نسبة ما بين الاثنين دولت فابص الاقي ان انا اللمبة الجهد اللي هيوصلها عندي بيظهر معايا بالشكل ده لو افترضنا بقى ان انا بعمل الموضوع ده بشكل متساوي يعني نسبة الان بتساوي نسبة الافرج فابص الاقي عندي ان دي النتيجة لو افترضنا مثلا ان انا الطايم بتاعي كل عبارة عن ثانية فانا فتحت او عملت اون للمفتاح ده نص ثانية فهيبع الموضوع عندي بالشكل ده وقفلت المفتاح ده خليته اوف برضو نص ثانية فابص الاقي الموضوع عندي 50% ل50% نص الوقت بقى اون ونص الوقت بقى اوف وابص الاقي الجهد اللي بيظهر عندي هو نص الجهد بتاع الموت فابص الاقي خمسة فولت لو انا محتاج خمسة فولت بتظهر معايا على اللمبة وتبدأ اللمبة تستفيد بيهم وتشتغلوا وتقول لي ما فيش اي مشكلة طيب لو انا بقى زودت الموضوع شوية لو انا خليت نسبة الون 75% مثلا وخليت نسبة الوف زي ما هو بقين قدامي 25% لو هو 75% من الوقت اون و25% من الوقت اوف الاقي لأ ده الموضوع طالما نسبة الون بقت اعلى من نسبة الوف الاقي ان انا الجهد اللي ظهر عندي في النهاية هنا على اللوت بتاعي لا بدأ يزيد هو كمان فابص الاقي انه في الحالة دي هيبقى حوالي 7.5 فولت طيب لو انا عملت بقى الموضوع بالعكس خليت ان انا نسبة الون عندي 25% ونسبة الوف عندي هي 75% هبص الاقي ان الجهد اللي وصل عندي اللوت لأ اقلا عن كده وهبص تقريبا 2.5 فولت هو اللي وصل عندي على اللوت والكلام ده بيسمى بحاجة اسمها الديوتي سايكل فالديوتي سايكل هي نسبة الون خلي بالك مش الوف لا نسبة الون بالنسبة للطايم الكل يعني انا فرضا مثلا مثلا عندي الطايم بتاعي مثلا انا افترض ان هو دقيقة لو انا نسبة الون عندي ربع دقيقة فالديوتي سايكل عندي هتكون 25% طبعا الديوتي سايكل بتتأس بنسبة كم في المية لو انا زي ما احنا شايفين نسبة الون عندي 75% من الطايم فالديوتي سايكل بقول عليها او الون بتاعتي اللي هي الديوتي سايكل 75% طيب هي لها قانون خلونا كده نشوف القانون البسيط ده طبعا يعني من الناس اللي بقول لك ما تحفظش قوانين ولكن انا بس جايب لك القانون هنا عشان تفهم بس هم بيشتغلوا على الدوائر دي ازاي او هم بيحسبوا حسابات بتاعتهم ازاي خبص ان د خبص ان ده بيرمز للديوتي سايكل فبص ان ايه هي الديوتي سايكل او الطايم بتاع الون على التي اون زائد التي اوف خلينا نقول مين التي اون توف الاتنين مع بعض هوا التوتل تايم او الوقت الكل او هي بالنسبةة عبارة عن دى الفاؤاء الديوتي سايكل في انها عبارة عن التي اون على ازاي بقى ان انا محضوب في القانون وهنفترض مثلا ان انا محتاج مثلا هنا على الوط بتاعي اثنين فولت بحسبها ازاي؟ قالك فيه قانون بتحسبها بيه بسيط جدا بقولك ال V Output اللي هو اللي انا محتاجه بساوي ال D-Cycle في ال V N فانت من خلال القانون بتاع ال D-Cycle بتقدر تحصل على الجهد اللي انت محتاجه هنا بكل سهودة كده يبقى احنا قدرنا نعرف ازاي اننا نحصل على الجهد اقل من جهد اعلى ولكن طبعا في الواقع اللي عمل الموضوع ما بتمش بالسهولة دي الموضوع سويتش بس وان انا هفلوه وافتحه بسرعة والموضوع انتهى على كده طيب الكلام ده بالنسبة مثلا لود يعني بسيط جدا زي اللمبة مثلا عادي هيشتغل موضوع اللمطور حتى هيشتغل موضوعه ولكن تخيل ان احنا نحط بقى مايكرو بروسيسور في الموضوع وان انا عايز ادخل للميكرو بروسيسور ده موجة او شكل من الموجة اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي بالمنظر ده طبعا المنظر ده احنا عارفين انه هو طالع معي نتيجة عملية السويتشينج او موضوع الان والوف معي تمام بالنسبة لللمبة هي هتاخد الجهد ده ومش هتشوف الكلام ده كله ولكن زي ما احنا قلنا هي هتشوف المتوسط بتاعه ولكن مثلا حاجة زي الميكرو بروسيسور تقدر تشوف او عندها القدرة انها هتشوف الترددات العالية لو انا جي دخلت لها الشكل ده من الموجة هتقول لك لا اسفق انا مش هشتغل فبالتالي لازم نعمل عملية تحسين في الدايرة طيب التحسين ده هنعمله ازاي خلونا كده مع بعض نضيف مكسف بالشكل ده في المنطقة دي طيب المكسف ده هيعمل ازاي ما احنا عارفين ان انا المكسف عندي وظيفته الشحن والتفريغ طيب يعني ايه الكلام ده يعني انا في اللحظة اللي انا هخلي فيها السويتش بالنسبة لي هيكون اون او لما في المنطقة دي بالزبط طبعا الطيارة هيبدأ يمشي في الدايرة دي ويبدأ ان هو يغزي اللود وفي نفس الوقت هيبدأ ان المكسف يشحن معايا لعند مشحنة بتاعته توصل معايا ايمة الخمسة فولت اللي احنا اتفقنا انها هتكون على الخارج مجرد ما توصل بس ايمة المكسف خمسة فولت هبدأ ان انا افصل السويتش في المنطقة دي بقى او منطقة الوف معايا هيبدأ المكسف يفرغ الشحنة اللي هو خدها قبل كده خدها منين خدها من مصدر الجوت فيبدأ ان هو يطلع معايا الخمسة فولت دول يرميهم معايا او يطلعهم معايا على اللود بتاعي وبالتالي بدل ما انا كانت الموجة عندي بالشكل ده ممكن الموجة يعني نوعا ما مسلا تكون بالشكل ده هي اي نعم لسه مش خط مستقيم صافي ولكن الموجة تزبطت عندي او تحسن الشكل بتاعها يعني بشكل ملحوظ شوية طيب يبقى كده يا جماعة احنا دلوقتي اتفقنا ان انا الدايرة عندي احنا ضفنا لها مكسف زيادة عشان يزبط لي موضوع السويتشينج ده ويعدل لي من شكل الموجة شوية طيب بس المشكلة بقى ان انا لما ضفت المكسف ظهرت عندي مشكلة جديدة اللي هي مشكلة الطيار طبعا احنا عارفين ان انا في البداية عندي بيكون المكسف الشحنة بتاعته زيرو فولت مجرد ما انا اشغل السويتش وبالتالي المكسف ده بيسحب طيار كبير جدا من الدايرة عشان يشحن احنا كلنا عارفين ان الكلام ده من خصاص المكسف فانا الطيار عندي بيمر في الدائرة بصورة كبيرة جدا 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 وبعد كده بيبدأ يبطأ يبطأ لعندما المكسف يوصل للشحنة بتاعته القصوى المشكلة بقى في اللحظة زي ما قلنا ان ده انا باضغط فيها السويتش او اخلي السويتش ده فيها اقول فبيمر طيار عالي جدا جدا جوا الدايرة تمام الطيار ده طبعا احنا بعد كده احنا هنستبدل السويتش ده هنستبدله بموسفت ترانزيستور الطيار ده ممكن يضرر الموسفت ترانزيستور فانا الطيار الكبر جدا اللي بمر جوا الدايرة واللي تسبب فيه وجود المكسف عشان المكسف محتاج يشحن وطبعا كده كده اللوت برضو بياخد كمية من الطيار فانا بيمر هنا كمية الطيار كبيرة فانا محتاج ان انا اهدي الطيار ده شوية واحد هيجي يقول لي طب خلاص ما فيش مشكلة محلولة حط المكاومة عشان نقلل بها كمية الطيار انا مش عايز اقلل الطيار انا عايز اهدي من سرعة الطيار وبالتالي الحل بكون فانصر الكويل او الملف وبالتالي احنا هنضيف هنا برضو كويل للموضوع وهتكون الشكل بتاع الدايرة بتاعتي هيبقى ورعا مصدر جوت سويتش كويل ومكسف وفي النهاية موجود عندي اللوت بتاعي طيب لما نضيف بقى الكويل هنا طبعا كلنا عارفين ان انا الكويل عندي ما بيسمحش بالتغير المفاجئ في مرور الطيار هو بيمرر الطيار بالنسبة لي ولكن بصورة الرجازة اي ما احنا اتفعنا بعد كده في الفيديو بتاع الكويل طيب لما انا بقى ضفت الكويل ضف لي مشكلة جديدة طيب في حالة ان انا السويتش ده هيكون اون معايا يبدأ الطيار يمر ويبقى ده الطرف الموجب للملف وده الطرف السلب ويبدأ الطيار يمر معايا ما فيش اي مشكلة يبدأ المكسف يعمل عملية الشحن بتاعها المشكلة بقى بالنسبة لي ان انا لما اعمل السويتش اوف طبعا لما اعمل السويتش اوف المجال المغناطيسي اللي متخزن جوه الملف هيبدأ ان هو ينهار لما يبدأ ان هو ينهار هيولد لي جهد معاكس زي ما احنا عارفين برضو قبل كده في محاضرة الملف فاحنا بعد كده الجهد بالنسبة لي هيكون هنا السالب وهنا الموجب والطيار يبدأ يمر بطريقة عكسية طبعا الطيار ده بيكون يعني بيكون تقريبا طيار عالي جدا تمام ولو زي ما احنا هنشوف بعد كده ان هنا في مصفت الطيار ده ممكن يرجع على المصفت ويحرق المصفت ده لان الطيار ده هيكون عكسي وفي نفس الوقت هيكون قيمته عالية جدا فما يستحملوش المصفت اللي هنا وبالتالي المصفت يتحرق طب الحل ايه؟ الحل ان انا بكل بساطة بضيف عنصر الدايوت ليه؟ عشان لما انا السويتش ده يكون قف معايا طبعا احنا اتفقنا ان انا هيبقى فيه طيار عكسي هيبقى السالب بتاعه والموجب بتاعه انا فيبدأ الطيار ده يمر برضو من هنا من هنا من هنا جوه اللود ويبدأ من خلال الدايوت ده يبدأ يمر ويكمل الدايرة وما يرجعش الطيار اللي تسبب فيه الملف على المصفت اللي هنا او السويتش اللي هنا ويحرقه طيب وضع الدايوت ده ايه؟ في حالة لما يكون اون لما يكون اون هتبدأ الدايرة دي يتغزى من مصدر الجهد اللي بتاعها فيبدأ الطيار يمر كده يجي يبص على الدايوت يقول لك لا انا في نحياز عكسي وبالتالي الدايوت في الحالة دي مش هيشتغل وهيكون اوف الدايوت ده بيشتغل في حالة ان السويتش ده او الترانزيستور اللي هيكون هنا كمان شوية هيكون اوف بس في الحالة دي بيشتغل غير كده يبقى وجوده زي عدم وبكده نكون وصلنا لشكل اشبه بالنهائي لشكل الدايرة اللي احنا بيشتغل به في الواقع العملي اللي هو هيكون معي اده انا الدايرة دي موجودة بالنسبة للا اهد دي الدايرة اللي احنا رسمناها قبل كده تمام فانا عندي ده مصدر الجهد عندي الكل البتائي عندي المكسف عندي اللوود اللي هو هياخد الجهد ده يستفيد به والدايوت اللي احنا اتفقنا ان احنا هنحطه بالشكل لها طيب الدايرة دي دي لها عندي حالتين حالة حيث تفabbrel الاجتراع والفain الانجتراع الافmust بسروق المستمر دعونا نgaeورم ذكتx حالة هم مفوض tätä نحلل الإدرا حين الناس تفهم فكرة عمل الإدراك مجرد من قبل سيكونipple هيبدأ الطيار يمر معاه من مصدر الجو ويبدأ المالفي يخزين cancelled عندي الطيار تمام على هكذا مجال مغناطيسي ويبدأ يمر مجرد بقى ما يوصل الفولت يكون على المكسف خمسة فولت وعلى اللوت خمسة فولت اللي احنا محتاجين هم خلينا نفترض ان ده مثلا عشر او اتناشر فولت مجرد ما يوصل هنا خمسة فولت وخمسة فولت هنا اوتوماتيك السويتش ده هيجي روح جاي في وضع الوف طيب في وضع الوف مجرد ما انا فتحت السويتش ده ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان انا المجال المغناطيسي اللي طبعا الكويل او الملف في خزينه مسبقا هيبدأ ينهار هينهار ازاي هينهار بتوليد جهد الجهد بتاعه هيكون معاكس للجهد الاصلي فيكون هنا السالب وهنا الموجب فيبدأ بقى يمر من خلال الفارع الصغير ده يعني الجزء ده من الدايرة هو اللي هيشتغل تب هيشتغل ازاي عن طريق الضيود اللي احنا حطناه مسبقا بالوضع ده يبقى في حالة الان الطيار عندي هيمر من مصدر الجهد الاساسي اللي هو باللون الاحمر الكبير ده لكن في حالة الجهد عندي هيمر في الفارع الصغير ده لان الدايرة هنا هتكون طبعا المفتاح هيكون مفتوح او في حالة اوف وبالتالي مفيش طيارة هيمر في الفارع ده هيمر معايا في الجزء الصغير ده من الدايرة طيب الدايود في حالة الان وضع هيكون ايه لا هيكون في حالة انحيازة عكسي فقدر اعتبره مش موجود لكن في حالة الاف لا هيشتغل معايا الدايود لانه هيكون في حالة انحيازة امامي ويبدأ يكمل الدايرة مجرد ما ينزل الجهد هنا مثلا عن خمسة فولت فلنفترض ان هو ينزل يوصل اربعة وتمانية من عشرة يبدأ المفتاح ده يكون فنرجع للحالة اللي فوق وتفضل العملية دي متكررة بحيس اننا يبقى موجود عندي خمسة فولت باستمرار على اللود هنا يعني انا في اي وقت ايجي بجهاز الملتيمتر او لفومتر بتاعي اقيس على اللود هنا لازم يلاقيها خمسة فولت مستقرة وسبتة وما فيش فيها اي رابل او اي تزبزق في وكده تكون الدائرة بتاعتنا الرابط من الشكل النهاية بتاعها فخلينا نعمل فيها شوية تعديلات كمان طيب المفتاح الموجود عندي هنا اللي انا كنت بتحكم فيه بشكل فيزيائي او ميكانيكي باديا طبعا احنا اتفقنا ان انا عملية الون والوف هنا انا بتم بسرعة رهيبة جدا ممكن توصل لالفات المرات في خلال الثانية الواحدة وبالتالي المفتاح الميكانيكي ده احنا كنا حطينه بس عشان يعبر عن عملية الون والوف لكن في الحقيقة او في الدوائر الحقيقية هلاقي ان انا المفتاح ده بستبدله بموسفت ترانزيستور تمام فنبص نلاقي الشكل ده موجود عندنا ادي مصدر الجهد بتاعي وادي الكويل وادي الكاباستور وادي بتاعي وهنا اللوت كل اللي انا عملته ان انا استبدلت المفتاح الميكانيكي ده بموسفت ترانزيستور لان الموسفت ترانزيستور هيقدر يجاري عملية اللي قلني ولقف لالفات المرات في الثانية تمام? وبص الاقي ان انا في الحقيقة او في الشكل الواقعي للدائرة عندي ان انا الجيت بتاعة الموس في الترانزيستور دي بيتحكم فيها اي سي والاي سي دوت هو اللي بيديني النبضات دي وكتير جدا بلاي الاي سي ده بيتسمى معايا البي دابليو ام او البالس ويتس موديوليشن ليه الاي سي ده بيتسمى bw ام او بان هو اللي بيتحكم لي عندي في موضوع الديوتي سايكل اللي احنا كنا تكلمنا عليه فهو بيتحكم لي في عرض النبضة أو عرض الوو ان بتاعتي فيخليها مثلا مساوية او يخليها بنسبة اكبر من الوف او يخليها بنسبة اقل فبيتحكم لي الان او طيب بتاعي الان اه فبيتحكمني في النهاية في الديوتي سايكل عشان كده بتسمى البالس ويتس موديوليشن او معدل عرض النبضة تمام? طيب بلو جيناك بصينا هنا في الجزء الثاني من الدايرة ده انا فيه تحسين كمان عندي للدايرة وضفناه اللي هو ان انا شلت الدايوت ده وحطيت مكانه برضو كمان موسفت ترانزيستور احنا اتفقنا ان انا الدايوت ده بتحط معايا للحماية عشان لما الموسفت ده يكون في وضع الوف انا المجال المغناطيسي اللي هنا بيولد لي جهد معاكس الجهد المعاكس ده ممكن يأثر معايا على الموسفت ده ويحرقه لي وبالتالي انا حدت الدايوت عشان يعمل لي مرور للطيار ويكمل لي بقية الدايرة والجهد والطيار بدل ما يرجع عندي على الموسفت تاني يعمل لي فيه مشكلة لا يكمل بقية الدايرة معايا ويمر من خلال الدايرة ويفرغ معايا في اللوت تمام طيب ولكن انا اتضايد احنا عارفين ان انا اتضايد بياخد جهد معايا وخاصة في السويتشاتر العالية ممكن الجهد ده مثلا ممكن يوصل معايا الواحد واثنين من عشرة لعندي تقريبا اتنين فولت تمام طيب فلنفترض ان انا عندي جهد المصدر كله مثلا خمسة فولت هل من الطبيعة والمنطقة ان انا اخد منه واحد واثنين من عشرة او اتنين فولت لا هيبقى الموضوع يعني كتير جدا تمام فبالتالي انا بشيل الدايوت ده وبحط مكانه موسفت ترانزيستور انا لما بتحكم في الموسفت ده بعمل له قن وقف برضو فانا نفس الفكرة ولا انا بوصل انا انا وصلت المنطقة دي بالمنطقة دي طيب النوع ده من الدوائر اسمه ايه سن كورونس الدوائر الغير متزامنة او دواير الباك كونفورتر غير المتزامنة لما انا بشيل الدايوت ده او وحط موسفت بالدايرة دي او في الحالة دي تسمى سين كورونس stepped converter او دواير المتزامنة طبعا اللي بتحكم لي بقى في الجيت بتاعة الموسفت ده او الجيت بتاعة الموسفت ده هو عبارة عن عاي سي البي دابل consigo ام زي ما قولنا وبتحكمني طبعا لما ده يكون on ده يكون off والعكس صحيح لما ده يكون on ده يكون off طيب لو جينا بصينا بقى على الشكل النهائي للدائرة بوصل لها بتيجي عندي بالشكل ده فأنا ده عندي كنترول عندي اول ده وم اي سي او الاي سي بتاعي فبتحكمني في المسفت جيت المسفت لفوق ده والمسفت اللي تحت ده والمسفت اللي احنا متوصل مع مصدر الجهد ده احنا كتير جدا بنقول عليه حاجة اسمها القبر المسفت والمسفت اللي متوصل بعد او متوصل بالده احنا بنقول عليه تمام? فانا عندي الدايرة بتتكون عندي بقى الشكل النهائي بتاع الدايرة بص على اللي عندي لو انا بصيت هنا. ده اي سي بتاعي. كنترول بتاعي. ده العبر المسفت اللي متوصل بمصدر الجهد perfuk. ده اللي هو المسفت الى المسفت اللي متوصل بالده وتحكمني في المسفت اللي فوق واللي تحت بعملية الان والوف تمام? وعندي ايدي الكويل بتاعي موجودة اهو وادي المكسفات اللي موجودة على الخارج تمام? والدائرة بتوب عندي بالشكل النهائي ده اي سي وموسفت فوق وموسفت تحت وكويل ومكسفات الخارج. طبعا فيه شوات حاجات تانية زيادة احنا هنشرحها ان شاء الله بازني لما نتطرك او نيجي لمنطقة الايسات ونشرحها ونشرح البنات بتاعتها بالتفصيل. لكن الدواير دي طبعا من افضل الدواير في تنظيم الجهد ان انا باخد من جهد اعلى لجهد اقل والجهد طبعا بكون فيه متحكم فيه لا يمكن الجهد يزيد او يقل لو انا احتاج خمسة فولت من الدايرة فبيطلعوا معي خمسة فولت مزبوطية. فيه بقى شوية معلومات مهمة جدا بقى اتقابلنا في الواقع العملي بتاع السيونة. يعني احنا اتكلمنا في الدواير دي نظري بما فيه الكفاية. عايزين بقى شوية معلومات عملي ايه المهم اللي انا اكون حذر منه او الحاجات اللي انا ما اقدرش اعملها وانا بتعامل مع دواري زي دي. تمام? طيب اول حاجة حزاري حزاري ان انت تشيل المسفت اللي تحت وتشغل الدايرة من غيره. ليه? لان احنا اتفقنا قبل كده. ان انا المسفت اللي تحت ده كان البديل بتاعه الضايد. وطبعا احنا اتفقنا ان الضايد هنا وظيفته في الدايرة في حالة ان انا عملية القف للمسفت هنا او السويتش هنا. ان انا المجال المغناطيسي اللي هيكون حوالين الملف ده هيبدأ يطلع لي جهد معاكس. الجهد المعاكس ده هيروح فين? لو ما مرش للارضي عن طريق المسفت ده هيمر يا اما للمسفت اللي فوق يبوزه لي او يروح مباشرة للاي سي وفي الحالة دي الاي سي برضو هيبوز معاها. فحزاري حزاري ان انت وانت تكون شغال في الدائرة ان انت تشيل المسفت اللي تحت وتشغل الدايرة من غيره. طبعا الكلام ده يعني انت بتضمر الدايرة بالكامل. دي حاجة. الحاجة التانية حزاري ان انت تشيل الاي سي وتسيب المسفتين اللي اللي تحت وتجرب من غير الاي سي. طيب الكلام ده لي خلينا نفسر بس في النقطة دي شوية احنا اتفاننا قبل كده ان انا عندي المسفت ده عبارة عن ان الجيت بتاعته بتكون معزولة. وقلنا ويعني شرحنا كتير في الحتة دي. يعني ايه معزولة? يعني الفولت بيفضل موجود عليها لعندما انا اجا اخده منها. طبعا اللي بيتحكم في الجيت هنا يديها فولت او يشغلها او يوقفها هو الاي سي. طيب خلونا نفترض ان انت حضرتك دلوقتي اخر وضع للاي سي قبل ما انت تشيله ان انا الاي سي اداني نبضة هنا وبقى فيه هنا فولت تمام? والفضلة الجيت محتفزة بيه تمام? وانت حضرتك جيت رح تجايش هي للاي سي. يبا كده انا المسفت عندي في الحالة دي. وطبعا احنا عارفين هنا ان انا جهد المصدر بتاعت تسعتاشر فولت. فالتسعتاشر فولت كل اللي هيحصل كلقاتي. تسعتاشر فولت هتيجي هنا هتيجي هتبص تلاقي المسفت ده لان الجيت معزولة. ففضلة محتفزة بالحالة بتاعتها وانت رح تجايش هي للاي سي واتجيت اون. فالمسفت كله على بعض. تبدأ تسعتاشر فولت تخش 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 تعد الملف. تخيل ان انت عندك هنا فيه السي بيو والسي بيو ده او ملحوم على بوردة مجاشر. انت إدت تسعتاشر فولت للبروسيسور. كل اللي انت عملته ان انت قتلت البروسيسور. او الرامة او اي ان كانت تسعتاشر فولت اللي هتخش عليه وهو ده مش مش الجهد بتاعه اللي بتشتغل عليه فانت في الحالة دي قتلت اللود اللي هنا او اللي هيتغزى هنا تمام فانت حاجتين مهمين والله يبركي لكم جماعة الناس تركز اوعد شيل الموسفت اللي تحت وتشغل الدايرة من غيره لان في الحالة دي هتضرب الاي سي او الموسفت اللي فوق او ان انت تشيل الاي سي وتجرب من غيره لان انت ما تعرفش وانت شيلت الاي سي هل الموسفت اللي فوق ده في حالة اون ولا اوف لان لو صدفت وحالة اون فانت حطيت التسعتاشر فولت لللود اللي هنا وطبعا هتوب بسيق الحظ لو كان اللود ده تشيب سيت او بروسيسور برينتد على الماثر بورد فالموضوع ممكن يوصل ان انت هترمي البوردة كلها على بعضها فالناس تركز يا جماعة في النقاط دي في ميزة طبعا مهمة جدا للدوائر اللي من نواية الباك كونفورتر او الدوائر اللي احنا بتقابلني على الماثر بورد بالشكل ده طيب احنا عارفين ان انا غالبا البروسيسورات الجديدة في الماثر بورد كلها بتاعة اللبات بتكون متغيرة الفولت فالفولت عندي ممكن يتراوح ممكن مثلا يتاخد من نص فولت لعند مثلا واحد واثنين فولت ده الكلام ده نفس البروسيسور انا ما بقولش ان انا بغاير بروسيسور فبص الاقي البروسيسور في حالة من الحالات عايز نص فولت في حالة من الحالات التانية عايز تسعة فولت عايز واحد فولت عايز واحد واثنين من عشرة فولت تمام? فبص الاقي ان انا عندي البروسيسور بي متغيرة. طبعا انا الدوائر عندي لو مش الدوائر بالنوعية لا يمكن لا يمكن انا هقدر اعدل انا هغير الدايرة بالكامل عشان اقدر اعدل لكن من من خلال الدوائر دي او الدوائر اللي بتيجي معي بالشكل ده انا كل اللي انا بعمله ايه? ان انا لو عايز ان انا ازود فكل اللي فيها ان انا بعدل بس عرض النبضة هنا فبزود موضوع لو عايز ان انا اقلل فبقى اقلل موضوع Campus او دي او دي وتي سايكل دي فالدائرة بتكون عندي مرنة جدا ان انا اقدر ازود او اقلل الفولت زي ما انا عايزه في اي وقت انا عايزه غير انها انا من خلال دوائر اللي زي كده انا بقدر اخد منها طيار عالي جدا يعني انا مثلا انا عندي 19 فولت هنا ده طيار الرئيسي والفولت الرئيسي فانا ممكن اخد من الفولت الرئيسي والطيار رئيسي كل الكمية الفولت اللي انا محتاجها لانها ما بتمرش من خلال الائي سي لكنها بتمر من خلال موسف الترانزيستر والموسف الدول زي ما احنا عارفين ممكن تتحمل طيارات فولتيات عالية جدا فانا من خلال الدوائر دي بقدر اخلي اللود يحصل على كمية كبيرة جدا من الطيار ما بتقدرش اي دايرة من الدوائر التانية توفرها لعاوزين بها دلوقتي نشوف موضوع ديوتي سايكل ده ونشرحه عملية على جهاز الاسلسكوب عشان الموضوع يوصلنا بصورة افضل طيب اه الماثر بورد اللي معي دي ده الكويل بتاع الخمسة فولت تمام وانا واخد اه السلك اللي انا لحمه ده او الطرف اللي انا لحمه ده ده من قبل الكويل من بعد الموسفتات على طول عشان اشوف عملية السويتشنج تمام لان من بعد الكويل انا هشوف خمسة فولت صفية ومستقرة مفاش اي مشكلة يعني اهمني هشوف موضوع ديوتي سايكل يعني انا بالنسبة لي هكون بالزبط انا النقطة ترياز بتاعتي هي النقطة دي تمام اللي هو الطرف رقم واحد من الكويل تمام طيب اه وده البروب بتاعي ده جراوند بتاعه موجود تمام خلونا كده نشغل جهازي ونشوف طيب خلونا نوصل باور كمان ونبدأ ان احنا نشوف الموجة اللي هتطلع انا طيب مجرد ما وصلنا باور زي ما احنا شايفين كده اه الموجة اللي قدامي دي اللي زهرة قدامي دي هي نتيجة عملية السويتشنج تمام وزي ما احنا شايفين انا المنطقة الصغيرة دي هي منطقة الان والمنطقة الكبيرة دي منطقة الوف يعني ايه الكلام ده يعني انا نسبة الان او الديوتي سايكل بالنسبة لي اقل من الوف او نسبة الان اقل من الوف ده طبيعي جدا لان انا المفروض اللي داخل عندي تسعتاشر فولت فانا هاخد منهم خمسة فولت فطبيعي جدا ان الديوتي سايكل تكون اقل وزي ما احنا عارفنا قبل كده ان انا موضوع الديوتي سايكل بتقاس بنسبة مئوية يعني كم في المية طيب خلونا نجيب كده المجرمينت او المجر ونأكد الكلام ده على شاشة طيب اول حاجة عايزين نعرفها او نشوفها هنا تهمينا النهار ده اي دي حاجة اسمها البلاس ديوتي او الماينس ديوتي والبلاس ديوتي دي هي الديوتي سايكل فبص لقي ان انا عندي نسبة الان بالنسبة للموجة كلها تلاتة تقريبا تلاتة في المية ونسبة الف بالنسبة لي هي تقريبا حوالي ستة وتسعين او سبعة وتسعين في المية فبص لقي عندي بالنسبة لي كله مية في المية الوف دلوقتي سبعة وتسعين في المية والان تلاتة في المية تمام طيب في حاجة بقى مهمة جدا عايزين نوضحها بالنسبة للموضوع الفليكسيبريتي خلينا بس ايه اه نوقف شاشة الاسلسكوب لو انا دلوقتي هنفترض ان انا دلوقتي عندي الخارج بتاعي دلوقتي زي ما احنا خامسة فولت والخمسة فولت دول خلونا نقول انهم بروحوا لمثلا hurting block هنا وه停 block هنا وهي نروح لتلات بلوكات ايا كان اثانية بلوكات دي خلنا نقول من اختار مسلا ان ده الهارد مثلا وخلونا نقول ان ده الديفيدي وخلونا نقول ان ده اي حاجة يوز بي فلاشة او اي حاجة يوز بي طبعا التلات حاجات دول ممكن ما يشتغلوش مع بعض في نفس الوقت الهارد كده كده يشغل على طول لكن اليوسبي والدي فيدي بيشتغلوا اه وقت الحاجة يعني انا وقت ما احط استوانة هيبقى ده الدي فيدي يشتغل ويسحب مني باور خمسة فولت لكن طول ما ما فوش استوانة طبيعي جدا ان هو يكون وقف وما يستهلكش معايا اي فولت ولا اي طيار طيب انا دلوقت الخمسة فولت طلع بالنسبة لي على اساس ان انا في عندي هارد بس شغال طيب لو انا اضفت بقى الدي فيدي الخمسة فولت دي لو انا بالدواري العادية هبص لان الخمسة فولت دي قلت بقت مثلا اربعة ونص لو انا شغل بدائرة لينيار انا كل اضافة محتاج ان انا اضفها هتخليني اغير الدايرة بالكامل لكن انا لو اضفت دي بي دي مسلا واضفت يو سي بي اللي اتنين برضو في نفس الوقت خلاص اصبح عندي بدل مجهز واحد شغال اصبح عندي ثلاثة ولو في عندي اربعة ولو في عندي خمسة كل اللي فيها ان الاي سي ده هيعمل لي حاجة اسمها عرض النبضة او الديوتي سايكل بتاعتي فكل اللي فيها ان هو الديوتي سايكل دي هيوسعها لي ده كل اللي هيعمل ومش هيعمل معي اكتر من كده فالدايرة فليكسبول معايا جدا 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 فاقدر ان انا اشغل بيها لود واحد اتنين لود تلاتة لود اربعة لود زي ما انا عايز والدايلة هتشتغل معايا بكل كفاءة في كل الاحوال معايا وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وزي ما احنا عودناكم مش محتاجين لايك ولا سبسكرايب الكلام ده ما اهمناش في اي حاجة كل اللي محتاجه منك دعوة من القلب لاخوة